اشتركوا في القناة اتتقق وراها ومن مدى صحتها هذا الكلام بيخليك تتأثر في حياتك وبأدي لفشلك من حياتك بغض النظر عن الشخص اللي معطيك هذه المعلومة وبغض النظر عن انك بتثق في هذا الشخص او ما بتثق بهذا الشخص يعني اليوم انت بتثق فيه مش دايما تاخد كلامي محل ثقة دور ورا كلامي لانه هذا مستقبلك تمام للأسف زي ما حكينا على الانترنت في ناس نوعين ناس فاهمين الصح وبيضللوك وبيخربوا بيتك وناس لا نيتهم سليمة وكويسة لكنهم لعدم وجود خبرة عندهم كافية في الحياة بيعطيك انصاف معلومات وهو مش عارف مدى تأثيرها على حياتك بهدف هو انه يساعدك لتمشي في حياتك لكن النتيجة هي حينخرب بيتك تمام من فترة نزل حدا وحكى مثال عن انه في واحد قدر قدرات خارقة سبحان الله انه ياخد شهادة بكالوريوس بخلال فترة قصيرة خلال سبتة اشهر تمام اربعة سنين هذا معدل انك انت الفترة اللي بتاخد فيها شهادة بكالوريوس لما واحد يجي يقولك لا هاي في واحد قدر ياخد شهادة بكالوريوس في ستة اشهر والموضوع هو ارادة وقدر وا 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 انت مفروض ما حكى لك انه هذا الشخص الذي اخذ بكالوريس بشت شهور ما كمل لك المعلومات اللي دائما بخبوها عنكم اللي هي انه هذا الشخص عنده خبرات كبيرة في هذا المجال قبل هيك عنده دورات كثيرة في هذا المجال قبل هيك هو استغل خبرته القديمة والدورات الماخذة عشان يعادل الشهادة تبعته وعمل امتحانات وكان جاهز انه هو يقدر تشورتن هذه الفترة لست شهور هذا الحكي ما بصير معك انت اليوم لو مبلس من صفر لو بدك تطلع على القمر وتنزل من القمر ما حتاخد بكالوريوس بست شهور بدك اربع سنين عشان تاخد بكالوريوس فالمشكلة انه منيجي بناخد الاود كيسيز وبنيجي بنعممها في سبيل انه اه الموضوع في ايدك وانت بس شوية متوفيشن وستاخدها لا ما حتاخدها ما حتاخدها يعني اعطيكم مثال عملي ثاني اليوم لو واحد خبرته صفر بالادارة صفر وانا خبرتي اكثر من 22 سنة في الادارة لو انا اجيت ادرس ادارة اليوم وهو يجي يدرس ادارة اليوم انا بقدر اخلص دكتوراه في الادارة بسنتين بسهولة لانه التعلم تراكمي وعندي شهادات قبل هيك في الادارة وعندي خبرات عملية في الادارة واشتغلت في مجال الادارة والاستشارات قبل هيك فدراستي للادارة ستأهلني اني التوشورت الفترة اللي باخد فيها دكتوراه لما يجي واحد صفر في الادارة ما حياخد دكتوراه في الادارة بخلال سنتين مثلا ان الدكتوراه لازم تأخذ مثلا ثلاث اربع سنوات عشان تخلصها فما تقارن تفاح تفاح ما بصير تقارن واحد خبرته صفر واحد عنده خبرات عميقة في هذا المجال اكيد اللي عنده خبرات عميقة رح يكون اسرع رح يكون اسرع رح تكون المواد عليه اسهل فما بصير انا اجي اقول لك خلاص بتاخد ادارة بست شهور او بتاخد بكالوريس بست شهور المسيجات هذه اللي بتطلع بهدف انهم يساعدوكم هم عم بضروكم وهم مش عارفين ويا ما نصحنا الناس يا جماعة ما تطلعوا تنشروا مسيجات فيها موتيفيشنز زيادة عن اللزوم وبدها قدرات مش قدرات خالقة خارقة بدها خبرات عديدة وعديدة وعديدة يعني يعني ما بصير يعني ممكن واحد ياخد اه بكالوريس في الكمبيوتر في فترة قصيرة ويكون في عنده خبرات عديدة قبل هيك عشان يقدر يعادل يقدر 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 يقدم امتحنات يقدر تشورتن الاشياء تبعته ما في الدنيا ما انخلقت هيك ما انخلقت هيك ابدا فدائما ما تاخذ الخبر وتصدقه بيطلع لك واحد بيجيب لك تشارت وداتا بيقول لك هيها اثبات مثلا انه هاي الناس عملت هيك طب ادخل على الداتا هاي شوف مصدرها شوف مين اللي عملها ايش اللي قامت عليها هذا الريسيرش اللي موجود لك ليداتي تبعت هذه الداتا هل هي بايزد انفورميشن ولا مش بايزد وما تنغر بس بالمظاهر والشورتس يعني ما تخلنوا الناس يضحكوا عليكم سواء بقصد او غير قصد وانت واقف زي الاهبل بتصدق ما تصدق يعني انا اليوم مستعد اطلع لك فيديو وفرجيك شغلات واضحك عليك لازم واجبك تروح تدور وراي دور هذا مستقبلك هذا مستقبلك ما دائما برجع بحكي لكم ما تخلي عندك ثقة مطلقة في حد حتى انا حتى انا ما تخلي عندك ثقة مطلقة دور حقك تدور تشوف ما تصدق المعلومة مجرد انك صدقتها يعني 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 في كثير امور بيطلعو لكم فيها في ظاهرها بيكون صح في باطنها بيكون غلط بيطلع لك بانصاف معلومات وما بيكمل لك المعلومات الثانية بيطلع لك واحد بيقول لك تعلمت البرمجة في اربع شهور واشتغلت دور وراه بتلاقيه تلت سنين متأسس يعني ما بيحكو لكم كل شي ما بيحكو لكم كل شي مفروض الناس هاي الرسالة للناس اللي عندهم قنوات انت انفلوانسر واجبك واجبك امام رب العالمين لما بتيجي بطلع معلومة طلع الهيستوري كامل تبحها يعني كان مفروض هذي مسج لهذا الشخص اللي طلع هذا الشي انه انت كان مفروض تيجي تحكي هذا الشخص اخربك الهوريس بشت شهور لكن هو كان عنده سبع سنين خبرة قبل هيك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا طلع الاشي كامل عشان الناس ما تيجي تقول خلاص ما هي باكالوريس بشت شهور طب بروح هو الشخص هذا بروح بيحاول ياخد باكالوريس بشت شهور وبيفشل فكر حاله هو اللي فاشل مش انت اللي فشلته انت بتكون اثرت عليه بتكون اثرت عليه وخربت بيته وانت لا تقصد يعني ما بزبط ما بزبط هذه الامور السحرية اللي منطلع فيها عشان نشجع الناس اعطيك الف عافية شجع الناس بس يعني يعني ما تقرب بيت الناس وتدعسهم في الطريق بالنية الطيبة انك بدك تشجيحهم شو استفاد منك هو في الاخير ايش استفاد خلينا عقلانين يا جماعة خلينا عقلانين في النصائح اللي بتطلع خلينا عقلانين في الامور اللي بتطلع بكفينا تتويه للناس بكفينا تتويه للناس فهذه كانت بس حبيت اطلع وحكي في هذا الموضوع لانه موضوع بيأثر على مستقبل الناس الحلول السحرية هاي ابعدوا عنها يا جماعة ابعدوا عنها يا جماعة بيقول لك الناس وهي مش واحد وهي وست شهور اخدها هل كل الناس بشت شهور يبتاخد بكالوريوس كم واحد في العالم كله اخد بكالوريوس بشت شهور نطلع نعمم هذا الشيء ما بزمط ما بزمط بخرب بيأت ناس كثير ويعطيكم الف الف عافية وانتبهوا دائما ودققوا وراء كل معلومة بتيجي لكم انا ممكن اطلع اطلع معلومة قد اكون غلط فيها اطلع دور وراي وقل لي انت غلط او مش غلط او بصحح حالي ما عندي مشكلة تمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر